شاب باكستاني مسلم كان يعمل حارساً في أحد مصانع الطوب بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية وجاءته رسالة من باكستان بأن والدته في حالة خطرة ويلزم إجراء عملية لزرع كلية لها وتكلفة العملية سبعة آلاف ريال سعودي لم يكن عند هذا الشاب سوى ألف ريال ولم يجد من يعطيه مالاً فالطلب من المصنع سلفة ورفضوا فأخبروه من باكستان أن والدته الآن في حالة خطرة وإذا لم تجري العملية خلال أسبوع ربما تموت فظل يبكي طوال اليوم وأمام هذا الظرف القاسي قرر الشاب القفز لأحد المنازل المجاورة للمصنع الساعة الثانية بعد منتصف الليل وبعد قفزه لسور المنزل بلحظات لم يشعر إلا برجال الشرطة يمسكون به وأظلمت الدنيا بعدها في عينيه وفجأة وقبل صلاة الفجر إذ برجال الشرطة يرجعونه لنفس المنزل الذي كان ينوي سرقته ثم انصرف رجال الشرطة وكان وقتها خائفا يترقب فإذا برجل كبير السن يدخل عليه ويمسك بيده ويسلم عليه ويأخذه معه للمسجد لصلاة الفجر وبعدها رأى الشاب الباكستاني الرجل المسن الذي أمسك بيديه يجلس على كرسي بمقدمة المسجد والتف حوله المصلون وكثير من الطلاب فأخذ الشيخ يتكلم عن الإسلام وأمور الدين وفجأة وضع الشاب يده على رأسه من الخجل والخوف وقال يا الله ماذا فعلت؟ كنت سأسرق منزل الشيخ ابن باز الذي نحبه في باكستان كثيرا وعند فراغ الشيخ من الدرس أخذوه للمنزل مرة أخرى وأمسك الشيخ بيديه وأجلسه الشيخ بجواره سأله الشيخ عن اسمه ولماذا أراد أن يسرق؟ فأخبره بالقصة فقال له الشيخ ابن باز حسنا سنعطيك تسعة آلاف ريال سبعة آلاف لعملية والدتك والباقي مصروف لك ولكن لا تعود السرقة مرة أخرى يا ولدي أخذ الشاب المال وشكر الشيخ ودعا له وسافر لباكستان وأجرت والدته العملية وتعافت بحمد الله وعاد الشاب لمنزل الشيخ وطلب منه أن يعمل عنده خادمة أو أي شيء فوافق الشيخ وعمل الشاب عنده وأثناء عمله أخبره أحد الشباب المقربين من الشيخ بأنه عندما قفز للمنزل كان الشيخ يصلي الليل وسمع صوتا في فناء منزله فضغط على الجرس الذي يستخدمه الشيخ لإيقاظ أهل بيته للصلوات المفروضة فقط فاستيقظوا جميعا واستغربوا ذلك فأخبرهم أنه سمع صوتا فأبلغوا أحد الحراس واتصل على الشرطة وحضروا على الفور وأمسكوا بك وعندما سأل الشيخ عن الخبر قالوا له لص حاول السرقة وذهبوا به للشرطة فقال الشيخ وهو غاضب لا أحضروه الآن من الشرطة من المؤكد أنه ما سرق إلا وهو محتاج فبكى الشاب وظل يخدم الشيخ بكل إخلاص حتى توفي الشيخ الجليل رحمه الله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم عمر طفل في السابعة من عمره يحفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم وأحاديث نبوية كثيرة ويعرف الكثير عن أمور دينه وقد أقنعه الوالدان بأن يصلي الخمس صلوات في المسجد فكان دائما حريصا عليها لا تفوته صلاة حيث فهم أن بركة الحياة تأتي من بركة المسجد والصلاة فيه وأيضا من حفظ القرآن الكريم لذلك كانت كل تحركاته مباركة بفضل المسجد وحفظ القرآن الكريم في أحد الأيام كان يسير في الطريق مع بيه متجهين إلى بيت صديق للأب وهما في الطريق أشار عمر إلى سيدة أجنبية كاشفة شعرها وقال لأبيه يا أبي هذه المرأة ستدخل النار إنها تكشف عن شعرها لقد قالت لي أم ذلك قال له الأب أسكت يا عمر ولا تشر بيدك على الآخرين في الشارع تأسف عمر لأبيه وفجأة وجد الأب هذه السيدة تقبل عليهما وتسأل الأب ماذا كان يقول طفلك فقال لها الأب إنه يقول هذه المرأة ستدخل النار لأنك تكشفين عن شعرك وديننا الإسلامي يحرم كشف الشعر على المرأة نظرت السيدة إلى الطفل وأعجبت بشجاعته ثم قالت أريد أن أعرف أكثر عن الإسلام هذا رقم هاتفي وأرجو أن تعطيني رقم هاتفك أخذ الأب رقم هاتفها وأعطاها رقم هاتفه ثم شكرت الأب وقبلت رأس عمر وانصرفت وصل عمر مع أبيه إلى بيت الصديق وبينما صديق الأب في المطبخ لإعداد الشاي احتاج الأب استعمال جهاز كمبيوتر صديقه فأخذ عمر يداعبه ويطلب منه أن يشغل له نشيداً ظناً منه أن صديق والده لديه نفس الأناشيد التي يحبها وبينما عمر يبحث في الملفات نظر إلى ملف تحت اسم سفينة البحر فقام بفتح الملف الذي كان عبارة عن لقطة جنسية قدرة فارتعد الأب وتسمر عمر أمام تلك اللقطة فوضع الأب يده على عيني عمر وأغلق الجهاز باليد الأخرى لم يعرف ماذا يقول له ولكن عمر قطع الصمت وقال لأبيه أنت دائماً تقول لي لا تصاحب إلا الطيبين فكيف تصاحب هذا؟ قبل الأب رأس عمر الذي انطلق إلى المطبخ وقال لصديق والده هل تحب الله وتريده أن يحبك؟ فقال الصديق طبعاً أحب الله وأريده أن يحبني لماذا هذا السؤال؟ قال عمر الكمبيوتر لديك فيه أشياء لا يحبها الله فهم الصديق ما يقصده عمر فضمه إلى صدره وأخذت الدموع تنهمر من عينيه وهو يقول له سامحني يا حبيبي سامحني يا الله كيف ألقاك وأنا أعصيك دخل الأب المطبخ وكان يسمع الحوار فقال الصديق للأب وهو يبكي لقد أهدى ابنك إلي حياتي فذكره الأب بأن الله يغفر الذنوب ويقبل التوبة ثم ترك صديقه وعاد إلى بيته وفي الساعة العشرة مساءً رن الهاتف وكانت المتصرة هي السيدة التي قابلت الأب وابنه في الطريق وقالت له أنا وأسرتي نريدك أن تزورنا حتى تحدثنا عن الإسلام قال الأب لا مانع عندي أنا قادم إليكم الآن ذهب الأب إليهم وجلس الجميع يستمعون إلى حديثه عن الإسلام وقبل أن يغادر البيت أهداهم بعض الكتب التي تتحدث عن الإسلام وأسلمت السيدة وزوجها وأبناؤها وقامت الأسرة بزيارة الأب ليلتقوا بعمر فقبله الجميع وقالت له السيدة شكراً لك يا عمر يا عاشق المسجد والقرآن وشكراً لوالدتك التي أحسنت تربيتك وعادت الأسرة التي أعلنت إسلامها إلى بلادهم وأصبح الجميع دعاة للإسلام في بلادهم ذلك ببركة المسجد وحفظ القرآن الذي حافظ عليه عمر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير سماكم المولى ونعم النصير انشاءوا أبيكم ونعم المولى ونعمل في Heavenly Father فأنت تروني ونعمل ونعمل يبقى انشاءوا أبيكم حالكم